موسيقى عندنا في المسال ده بيقولك اوجد ثلاثة ازواج مرتبة تحقق العلاقة اتنين سين ناقص صوت وساوي سلب واحد اه دي علاقة خطية هي معادلة من الدرجة الاولى في مجهولين سين وصوت حلو عايز احل المعادلة دي اول حاجة لازم اعملها لازم يخلي واحد من الرمزين لوحده يعني في ناحية لوحده انا عندي الصاد دية فاضية هي لو اقفل وحدها بس بالسالب خلاص خد السالب صاد ديت وديها الناحية التانية بعكس الاشارة وهاتي السالب واحد ده وديه الناحية دي بعكس الاشارة الصاد دي هتروح الناحية التانية تبقى صاد يساوي اتنين سين تنزل زي ما هي سالب واحد هيبقى زائد واحد عملت ايه الصاد راحت النحية دي وسالب واحد راحت النحية دي بعكس الاشارة بقت العلاقة بالشكل ده اعمل ايه احط بقى مكان السين اي قيمة انا عاوزها يعني مثلا اقول كده عندما سين تساوي مثلا مثلا واحد يبقى الصاد هتساوي كم هتساوي اتنين في واحد اهو اتنين في سين شلت السين حطيت مكانها الواحد زائد واحد هيساوي اتنين في واحد باثنين زائد واحد ثلاثة يبقى الحل هنا سين بواحد والصاد بثلاثة كده احنا جبنا زوج مرتب يحقق العلاقة طب تعال نجيب كمان زوج مرتب حط اي قيمة تانية مكان السين يعني مثلا عندما سين تساوي مثلا مثلا يبقى صاد هتساوي كمان اتنين في سالب اتنين صح بعد كده زائد واحد الكلام ده هيساوي اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة زائد واحد سالب تلاتة يبقى الزوج المرتب اللي هنا السين بسالب اتنين والصاد بسالب تلاتة طبع عاوزين نجيب كمان زوج مرتب حط مسلا عندما سين تساوي مثلا صفر يبقى الصاد هتساوي اتنين في صفر زائد واحد اي حاجة بصفر بصفر يبقى يساوي واحد يبقى الزوج المرتب اللي هنا السين بصفر والصد بواحد وقادي عام تلت ازواج مرتبة همك بيحققوا العلاقة دي عندنا مثلا المثال ههو بقولك مثل العلاقة دي بياديا اخلي واحد من الرمزين لواحد وعند السين ما فيش جنبها حاجة يبقى السين هتساوي سالب تلاتة صاد سالب اتنين اروح عامل الجدول بتاعي بالشكل ده وحط هنا سين وهنا صاد هعود عن الصاد مثلا بواحد اشمعنا الصاد المراد لان الصاد هي اللي جنبها الدوشة دي كلها فعوض عن الصاد بواحد واحسب بقى هنا واحد يبقى سالب تلاتة في واحد بسالب تلاتة سالب اتنين يبقى سالب خمسة عوض عن الصاد مثلا بصفر يبقى سالب 3 في 0 بصفر وسالب 2 يبقى السين بسالب 2 عوض عن الصاد يعمل حج بسالب 2 يبقى سالب 3 في سالب 2 بستة ناقص 2 باربعة تعال نرسم الشبكة التربعية ادي عمل حج الشبكة التربعية بتاعتنا عوض بقى عن النقط دي سالب 5 و 1 اروح على السين لسالب 5 واروح طالع للواحد او سالب 2 و 0 اجي عند السين عند سالب 2 وقصات 0 بقى هي النقطة دي 4 وسالب 2 اروح على السين لحد 4 واروح نازل لسالب 2 بقى هي النقطة دي امسك المصطرة بتاعتي واجه على الثلاث نقطة دول هتلاقيهم برضو هم كمان عاملين خط مستقيم في الشكل ده في المثال دوت بيقولك بين اي من الازواج المرتبة الاتية اللي هي دي بتحقق العلاقة دي اتنين سين ناقصات بتساوي واحد دي احلها ازاي طيب معنى ان الزوج المرتب بيحقق العلاقة يعني انا لو عوضت عن السين بالرقم ده وعن الصاد بالرقم ده تبقى المعادلة صحيحة لو طلعت المعادلة غير صحيحة يبقى المزوج المرتب ده لا يحقق العلاقة يعني مثلا اول زوج مرتب معانا سفر وواحد اعوض عن السين بصفر وعن الصاد بواحد وشوفها هيحصل ايه المعادلة بتقول اتنين في سين اللي هي هنا بصفر ناقص الصاد اللي هي بواحد هيساوي اتنين في صفر طبعا بصفر اتفاضل عندي سالب واحد هل ده هو هو ده لا يبقى الزوج ده لا يحقق العلاقة تبتعال نشوف الزوج ده عوض عن السين بسالب اتنين وعن الصاد بسالب خمسة يبقى هيساوي اتنين في سالب اتنين ناقص سالب خمسة هيساوي الناقص دي بتاعت المعادلة او بتاعت العلاقة لكن الناقص دي بتاعت قيمة صاد تمام طبعا اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة هنا سالب في سالب بموجب خمسة سالب اربعة موجب خمسة هيساوي واحد هل ده هو هو ده اه يبقى ده كمان يحقق العلاقة عندنا في المثال ده بيقولك اذا كان الزوج المرتب ده يحقق العلاقة دي اتنين سين زائد الف صاد تساوي واحد اوجد قيمة الف ثانية واحدة مش الزوج المرتب ده بيحقق العلاقة حلوة اوي يعني انا لو عوضت عن السين بسالب ثلاثة وعن الصاد باثنين تبقى المعادلة دية او العلاقة دي علاقة صحيحة صح حلوة اوي عوض عن السين وعن الصاد وهد قيمة الف فالكلام ده معناه ان العلاقة دي هتساوي الحال اتنين في سين بكامب بسالب ثلاثة زائد الالف في الصاد بكامب باثنين هتساوي واحد اتنين في سالب ثلاثة بيساوي سالب ستة اتنين في ألف باثنين ألف هيساوي واحد هاودي الستة دي النحة التانية بعكس الاشارة يبقى اتنين ألف هتساوي واحد زائد ستة يبقى اتنين ألف بتساوي سبعة هقسم على الاتنين هنا وهنا اتنين مع اتنين يتفضل ألف هيساوي سبعة على الاتنين يقول لك اوجد نقطتي تقاطع المستقيم دهو اتنين سين زائد صاد تسوي اربعة مع محوري الاحداثيات احلها ازاي طبعا محوري الاحداثيات هم المحور سين ومحور صاد اتفاقنا ان النقطة اللي بتقطع محور صاد الصاد بصفر والنقطة اللي بتقطع محور صاد الصاد بصفر طيب تعال انا عوض عن السين بصفر وعن الصاد بصفر لما عوض عن السين بصفر العلاقة هتبقى اتنين في صفر زائد صاد تسوي اربعة اي حاجة بصفر بصفر يبقى الصاد هتسوي اربعة يبقى الزوج المرتب اللي هنا صفر واربعة دي نقطة تقاطع المستقيم مع محور صاد لان انا حطيت السين بصفر انما بقى نقطة تقاطع المستقيم مع محور سين هحط الصاد بصفر فهتبقى العلاقة اتنين سين زائد صفر تسوي اربعة يعني اتنين سين بتسوي اربعة هقسم على الاتنين هنا وهنا يبقى السين هتسوي اتنين يبقى الزوج المرتب هو اتنين وصفر ودي نقطة تقاطع المستقيم مع محور سين طب احنا عندنا في المثال دوت بيقولك اذا كان المستقيم الممثل للعلاقة دي اتنين سين ناقص صاد وسوي الف يقطع محور السينات في النقطة تلاتة وبه فوجد قيمات كل من الف وبه اول حاجة كده واضحة قدامي المستقيم بيقطع محور مين السينات يبقى الصاد بكم بصفر في النقطة دي اللي الصاد بتاعها به يبقى على طول البه تسوي صفر ليه البه تسوي صفر بما ان المستقيم يقطع محور السينات في النقطة تلاتة وبه يبقى على طول اذا البه بتسوي صفر جبنا قيمة البه يبقى على طول الزوج المرتب بيسوي ثلاثة وصفر مش الزوج المرتب ده موجود على المستقيم بتاع العلاقة دي اه يعني الزوج المرتب ده بيحقق العلاقة يعني انا لو عودت عن السين بتلاتة وعن الصدب صفر يبقى العلاقة دي صحيحة طب اتعوق اول كده ازا اتنين في السين بتلاتة ناقص الصدب صفر هتساوي الف اتنين في تلاتة بستة ناقص صفر يبقى الالف هتساوي ست ميل المستقيم واللي برضو الرمز بتاعه ميم بيساوي فرق الصدات على فرق السينات عندنا مثلا في المثالات بيقولك اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين دول يقولك الميل ميم هيساوي شرط الكسر فرق الصدات يعني صد اتنين ناقص صد واحد على فرق السينات سين اتنين ناقص صد واحد ايه هي صد اتنين وصد واحد بالسين والكلام دوت مشان عدي نقطة ونقطة تانية النقطة دي مثلا نخليها مثلا صد واحد وصد واحد وذي سين اتنين وصد اتنين اطرح يمعلي طد اتنين اهي اتنين ناقص صد واحد ثلاثة سالب ثلاثة بموجب ثلاثة سين اتنين خمسة ناقص سين واحد باربعة هيساوي اتنين وتلاثة خمسة على واحد هيساوي خمسة نحن نحسب الميل لا نحسب الميل احديد اي نقطة على المستقيم يعني مثلا المستقيم اللى ازرق نختار الميل النقطة كم و كم النقطة لو نزلتها على السين ستقق بواحد و على الساد خمسة يبقى نقطة داتة واحد وخمسة نقطة كمان مثلا النقطة دي النقطة ديت على السين سلب واحد وعلى الصاد سلب ثلاثة بقى عندنا نقطتين على المستقيم الميل بيساوي فرق الصدات على فرق السينات يبقى ميل المستقيم اللي ازرق ده هيساوي فرق الصدات خمسة ناقص سلب ثلاثة سلب في سلب بموجب ثلاثة على فرق السينات يبقى واحد ناقص سلب واحد يعني موجب واحد هيساوي تلاتة وخمسة تمانية واحد واحد اتنين يبقى الميل ده يساوي اربعة المستقيم الذي يوازي محور سين ميله يساوي صفر ملحوظة التانية المستقيم الذي يوازي محور صاد ميله غير معرف اذا كان المستقيم يميل جهة اليمين فان ميله موجب اذا كان المستقيم يميل جهة اليسار فان ميله سالم في المثال ده يقولك اذا كان ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين دول هو اتنين يعني هم يديك الميل لكن فيه رقم مجهول في النقطتين اوجد قيمة صاد اللي هي النقطة دي تمام هقول الميل بيساوي صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد الميل دوت عندنا بكام باتنين هيساوي شرط الكسر فين صاد اتنين مثلا دي صاد اتنين ودي سين اتنين ودي صاد واحد ودي سين واحد تمام صاد اتنين صاد ناقص صاد واحد سالب اربعة سين اتنين بواحد ناقص سين واحد بسالب تلاتة طبعا الاتنين دي المقام بتاعها واحد واعمل مقص يبقى اتنين في واحد زايد تلاتة اربعة اتنين في اربعة بتمانية هتساوي صاد زايد اربعة في واحد بصاد زايد اربعة الاربعة دي وديها النحية التانية يبقى الصاد هتساوي تمانية ناقص اربعة يبقى الصاد هتساوي اربعة بص كده المثال دوات بيقول لك اذا كانت الف وبه وجيم تقع على استقامة واحدة هي على استقامة واحدة يبقى افهم على طول ان ميل الف به بيساوي ميل به جيم اهو بما ان الف وبه وجيم تقع على استقامة واحدة اذا ميل الف به يساوي ميل به جيم تعال نجيب ميل ألف به فرق الصدات على فرق السنات فرق الصدات اتنين ناقص سالب واحد فرق السنات تلاتة ناقص خمسة هيساوي ميل بهجيم فرق الصدات سالب واحد سالب كاف على فرق السنات خمسة ناقص واحد كلام ده هيساوي اتنين زائد واحد تلاتة على تلاتة مقص خمسة سالب اتنين كلام ده هيساوي سالب واحد سالب كاف خمسة مقص واحد اربعة اضرب مقص تلاتة في اربعة باثناشر هيساوي سالب اتنين في سالب واحد باثنين سالب اتنين في سالب كاف موجب اتنين كاف ود الاثنين نحط تانية يبقى اتنين كاف هتساوي اتناشر ناقص اتنين يبقى اتنين كاف هتساوي عشرة يبقى الكاف هتساوي خمسة عندنا ملحظتين في الدرس بتاعنا مهمين جدا لازم نعرفهم ميل الخط المستقيم الذي يوازي محور السينات يعني خط مستقيم افقي كده ميله بيساوي صفر انما ميل المستقيم الذي يوازي محور الصدات يعني رأسي بالشكل ده كده ميله غير معرف بيقول لك الشكل المقامل يوضح العلاقة بين المسافة فيه بالكيلومتر والزمن نون طبعا بالساعة زي ما هو مكتوب فيه الشكل لحركة قطارين الف وبه ادي القطار الف وادي القطار به بين محطتين يعني هي هي نفس المحطة اللي بدأوا منها ونفس المحطة اللي خلصوا عندها بس كل واحد كان واخد سرعة غير التاني او كان واخد سكة تانية غير التاني يقول لك استخدم الرسم لإيجاد قيمة اول حاجة البعد بين المحطتين تاني حاجة الزمن اللي استغرقوا كل من القطارين بس ما تدخلش نفسك في دوامات روح على الرسم وهات كل حاجة انت عايزها من عليه مش المحور بتاع الصادات ده هو هو المسافة تمام متى ما تحسب المسافة بين المحطتين من عليه بهم بدأوا من عند الصفر وانتهوا عند المية يبقى المسافة بين المحطتين يبقى الحل اول حاجة عندنا المسافة بين المحطتين ميت كيلو متر المطلوب التاني بقى الزمن اللي استغرقوا كل من القطارين تعالى نمسكهم قطر قطر القطار طبعا الزمن هو محور السينات ألف بدأ من هنا منين مدى الساعة عشرة الصبح وخلص فين اهو ادي اخر هو انزل تحت انزل 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 ليه ويف عند الساعة 12 من الساعة 10 للساعة 12 قد ايه ساعتين انما بقى القطار به بدأ من عند الساعة 11 وصل هنا كده افضل نازل 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 بص ما بين واحد واثنين بقى واحدة ونص يبقى كده ساعة ساعتين ونص بكل بساطة انا روحت على الرسم طلعت منهم من حاجتين دمك بعد كده بيقولك السرعة المتوسطة لكل منهم السرعة المتوسطة ديت انت ممكن تحسبها بالميل ولكن انا بقى هقولك على حاجة اسهل وابسط من الميل بكتير قبل مش السرعة دي بتساوي مسافة على الزمن اه امسك باشا كل قطر منهم شوفه واخد مسافة قد ايه وفي زمن قد ايه واقسم اللذين على بعض فالمطلوب الثالث سرعة القطار الف هتساوي شرط الكسر قد القطر الف خد مسافة قد ايه طبعا من الصفر للمية خد مية كيلو متر على زمن قد ايه لسه حاسبينه ساعتين يبقى هيساوي مية على اتنين خمسين كيلو متر في الساعة انها بقى سرعة القطار به هتساوي طبعا المسافة هي هي ولكن الزمن هو اللي اختلف خد ايه ساعتين ونص هيساوي اربعين كيلو متر كل ساعة وبس يا عم قدنا حسابنا السرعة بتاعة القطارين من غير بقى ما نحط بقى نقطتين ونحسب الميل واجه عند القطار الف طبعا انا هحسب الميل بتاعة ده ولا بتاعة ده ولا بتاعة ده هقول لك يا باشي انت ممكن تحسبها بالميل تجيب الميل بتاعة ده والميل بتاعة ده والميل بتاعة ده وجيب المتوسط بتاعة التلاتة بس حوار انت يا باشي شوف هو بدأ فين وخلص فين مشي مسافة قد ايه وفي زمن قد ايه اقسم اللتين على بعض هجيب الصلعة متوسطة على طول رابح حاجة بيقولك ما دلالة القطعة المستقيمة في حركة القطار الف اللي هي الحتة دي اه الحتة دي خط مستقيم يوازي محور سين افهم افهم كده الرسم بيقولك ايه عند القطعة المستقيمة دي كان الزمن بيزيد لكن المسافة هي هي معنا كده ان الاطر كان واقف بيبقى رابح حاجة دلالة القطعة المستقيمة دي ان القطار كان متوقفا عن الحركة بص بقى كده المثال دوت بيقولك ايه ملقى حازم خزان سيارته بالوقود وساعة هذا الخزان 40 نتر وبعد ان تحرك 120 كيلو متر وجد ان المؤشر يوضح ان المتبقي 3 تربع ساعة الخزان يعني تخيل كده معنا ده هو العداب بتاع البنزين الخزان كله 40 لتر وهو مقسموا الاربع تربع معنا كده ان كل ربع منهم 10 لتر مش كده ولا ايه بقولك بعد ان تحرك 120 كيلو متر وجد ان المؤشر يوضح ان المتبقي 3 تربع ساعة الخزان يعني خلص ربع الخزان خلص فقد ايه في 120 كيلو متر يعني كل ربع في الخزان هيمشي 120 هنا برضو 120 هنا برضو 120 هنا 120 يبقى الخزان هيخلص بعد قد ايه 4 في 120 ربع 180 كيلو متر بيقول لك ارسم الشكل البياني الذي يوضح التلاق بين كمية الوقود بالخزان والمسافة التي قطعتها السيارة علما بان هذه العلاقة خطية تعالنا مثلا نرسمها هنا مثلا هنعمل محورين واحد افقي واحد رأسي بالشكل ده كده هو في السؤال بيقول لك علاقة بين كمية الوقود والمسافة ادام بدأ بكمية الوقود يبقى كمية الوقود فوق وكمية الوقود طبعا بالليتر هنا المسافة وطبعا ديه بالكيلو متر كمية الوقود ديه قد ايه شو بيقول لك ان الخزان كله 40 ممكن اعمى صلا عشرة 20 30 40 انا مش بيحتاج اكتر من كده حطي عم 50 كمان ان شاء الله ما حد حاوش المسافة بقى هو بيقول لك ربع الخزان بس 120 كم انا عايز اوصل لحد اخر الخزان فنحط مثلا ايه 60 120 180 240 300 360 420 480 540 بس كفاك عايزين يعمل حاج نرسم العلاقة ما بين كمية الوقود والمسافة احنا عايزين على الاقل نقطتين اتنين عشان خاطر نعرف نرسم العلاقة ويقول لك كمان في السؤال علما بان اهو العلاقة ايه خطية ادام علاقة خطية بقى هو خط مستقيم ده ده عسل اوي اول نقطة مش الخزان كان مليان على اخره 40 لتر عند بداية الحركة انا لسه متحركش اي مسافة خالص كان مليان تمام النقطة التانية مش بيقول لك بعد 120 كيلو متر كان خلص ربع الخزان ربع الخزان خلص يعني وصل لحد 30 لتر ادام نقطتين اعم اعلم اقدر اوصل لبينهم وارسم العلاقة رسمت يا عم الحاج العلاقة بيقول لك ايه تاني بيقول لك احسب المسافة التي تقطعها على السيارة حتى يفرغ الخزان بص لحد ما يفرغ الخزان يعني يوصل للصفر كان كام اهو من الرسم تكتب كده من الرسم يفرغ الخزان عنده ربع مية وتمانين كيلو متر في المسافة ده بيقول لك فيما يلي الكلام ده درجات 42 طالب في احد الاختبارات عايزين نعملها عملية تنظيم طيب هنعمله ازاي في حاجة اسمها الجدول التكراري ذي المجموعات هو فعلا السؤال بيقول كون الجدول التكراري ذي المجموعات طيب الجدول ده بيكون بالشكل ده عمود صغنا عمود كبير وعمود صغنا هنا بيبقى المجموعات وهنا حاجة اسمها العلامات انما هنا التكرار يبقى المدى بيساوي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة على قل من مهلك 42 50 اه دي اكبر 59 هي اكبر درجة يبقى عندي اكبر قيمة بتساوي 59 نفس الكلام بقى في اصغر قيمة 42 نمشي بقى ونجيب اللي اصغر منها دي اكبر اصغر من عش ما لقيتش يبقى اصغر حاجة عندي هي 20 يبقى المدى بيساوي 59 ناس عشرين 39 فترة المجموعة بتساوي المدى على عدد المجموعات المدى عندي بيساوي 39 على عدد المجموعات انا قدت كام 6 لو جيت اسمهم على الاقل الحسبة هيطلع معاك 6 وكسر الكسر ده على طول ارفعه السبعة يبقى يساوي تقريبا سبعة دايما لما تيجي تحسب طول فترة المجموعة لو طلع معاك كسر ارفعه الرقم اللي بعده على طول ابدأ بالصغير يبقى اول مجموعة عندي من اول عشرين لحد زود سبعة بقى يبقى 27 يبقى 27 فاكسر زود كمان سبعة يبقى 34 فاكسر زود كمان سبعة يبقى 41 واربعين فاكسر كمان سبعة يبقى 48 واربعين فاكسر كمان سبعة يبقى 55 فاكسر بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست مجموعات زي ما انا كنت عايزهم لو انا زودت كمان سبعة ل55 هيساوي 62 بس انا عندي اكبر درجة 59 ف62 مش معانا فمش لازم اعملها اخد بقى البيانات بتاعت كده واحدة واحدة واعمل العلامات اتنين واربعين فين اللي اتنين واربعين في المجموعة دي من اول واحد واربعين لحد اللي قبل تمانية واربعين يبقى حط هنا علام بعد كده اربعة وخمسين فين اللي اربعة وخمسين هل هي هنا لا ده هنا بتدق من خمسة وخمسين يبقى اللي اربعة وخمسين في المجموعة دي بحط هنا علام ستة تلاتين في المجموعة دي ستة واربعين فين ستة هنا في المجموعة دي 51 30 40 لان ال40 اقل من 41 44 هنا في المجموعة دي بقى عندي 4 شرط 4 شرط اقفلهم بالخمسة دي كده اسمها حزمة الحزمة بتبقى 5 4 شرط وقفين وشرطة بتقفلهم نكمل طيب انا كده خلصت العلامات بتاعتي عملت عملية تفريغ للبيانات في الجدول التكراري وعشان كده بنسمي الجدول ده برضو جدول التفريغ او جدول العلامات نعمل بقى الخانة الاخيرة اللي هي التكرار عد العلامات هنا في 3 وهنا في 5 1 6 وهنا 5 4 9 هنا خمسة وخمسة عشرة واثنين واثناشر هنا خمسة وده تمانية هنا اربعة وفي الاخر خالص نعمل المجموعة اجمع بقى التكرارات دي كلها تطلع معاك اتنين واربعين هعمل جدول تاني هشيل منه الخانة اللي تعالي علامات دي يعني هنعمل جدول تاني بالشكل ده كده كده اكون افقي مش رأسي هنا طبعا المجموعات وهنا التكرار المجموعات عندي 20 فاكسر 27 فاكسر بعد 30 فاكسر وفي الاخر هنا المجموعة احط بقى التكرار بتاعي 3 6 9 12 8 4 والمجموعة 2 واربعين ممكن يقولك كون الجدول التكراري الصاعد وممكن يقولك النازل ممكن يقولك ايه ارسم المنحنيين للتكرار الصاعد والنازل او ممكن نجيب لك الصاعد بس او النازل بس فخلينا مع بعض دلوقت بقى نعمل الجدولين الصاعد والنازل في الجدول التكرار الصاعد سنكتب هنا الحدود العليا للمجموعات وهنا التكرار المتجمع الصاعد على العكس بقى في النازل وبعض الناس برضو بتسميه الهابط الجدول التكراري الهابط الحدود الدنيا للمجموعات وهنا التكرار المتجمع النازل او الهابط كده اقل من عشرة نفس الكلام بردولي كده اقل من عشرين أقل من 30 أقل من 40 أقل من 50 أنا آخر هنا 50 أروح مزود دان عليهم أقل من 60 أقل من 10 أدل 10 في أي تكرارات أبدل 10 ما فيش يبقى صفر أقل من 20 في حاجة أدل 20 أربعة أقل من 30 أربعة وتمانية أربعة زائد تمانية أقل من 40 أربعة زائد تمانية زائد 12 يبقى 24 أقل من 50 أزود عليهم العشرة يبقى 34 أقل من 60 يبقى أحطهم كلهم على بعض هيبقوا 40 إحنا بدأنا من الصفر لحد ما وصلنا عند المجموعة على العكس بقى بالزبط في الجدول التكراري النازل فأقول كده 10 فأكثر بعد كده 20 فأكثر 30 فأكثر 40 فأكثر 50 فأكثر وزود برضو 60 فأكثر من أول العشرة وكل الأكبر منها يعني أربعة وكل الأكبر منها يعني أربعين لو المجموعة بعد كده 20 فأكثر يعني من أول العشرين لحد الآخر يبقى أنا كده هلغي العشرة يبقى هنقص الأربعة من الاربعين يبقى ستة وتلاتين تلاتين في اكثر هبدأ من التلاتين يبقى هشيل الاربعة وهشيل التمانية يبقى تمانية وعشرين اربعين في اكثر يعني عشرة وستة يبقى ستة وشر خمسين في اكثر يبقى ستة ستين في اكثر طبعا ما فيش حاجة يبقى صفر احنا بدأنا من المجموع لحد ما صدنا عند الصفر اقدر امثلهم على الرسم البياني اروه عامل محورين ادي محور وادي كمان محور طبعا الرسم بيكون بالقلم الرصاص لكن انا برسم بالجاه عشان خاطر الخط يكون واضح تحت هنا بيكون المجموعات وبنكتب المجموعات زي ما هي مكتوبة عندك هنا بالزبط انا من حظ ينوه بدأ من العشرة عشرة عشرين تلاتين اربعين مزبوط ممكن يجي عندك سؤال يبدأ بس تلاتاشر خمستاشر سبعتاشر ابدأ من التلاتاشر مش لازم تبدأ من الصفر فنكتب هنا المجموعات اللي عندي عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين انا مش بحاجة بترمين كده وهنا طبعا بيكون التكرار انا بادئ من الصفر واخري الاربعين فانا عاوز قيم اقدر احدد عليها الارقام ديت فمسلا اخليها ايه عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين كيف ايقوم تعال بقى نرسم المنحنة الصعب انا عندي عشرة وصفر يعني هين عشرين واربعة ادي العشرين واطلع اربع شورات يبقى هنا تلاتين واثناشا ادي التلاتين اتناشا يعني عشرة وشرطتين كمان يبقى هنا اربعين واربعة وعشرين اربعين اشرين واربعة شورات يبقى هنا خمسين واربعة وثلاتين ادي الخمسين ادي التلاتين واربعة شورات كمان يبقى هنا ستين واربعين ستين مع الاربعين هنا وروح موصلة بينهم بأدية مش بالمصطرة عشان خاطر أعمل المنحنة بالشكل ده أهوى ده كده اسمه المنحنة التكراري الصاعد تعالى بقى نرسم المنحنة التكراري النازل هعمل محورين كمان ونرسم بقى عشرة مع ربعين أدل عشرة ودل ربعين 20 36 أدل عشرين 30 و 6 شهرة يبقى هنا 30 و 28 30 و 28 يبقى هنا 40 و 16 أدل الاربعين معه 16 يبقى هنا 50 و 6 50 و 6 شهرة يبقى هنا 60 و 0 يبقى هنا ووصل برضو ما بينهم بأدية مش بالمصطرة عشان خاطر أرسم المنحنة بالشكل ده أهو ده المنحنة التكراري النازل يقول لك بقى ايه ويوجد عرض الطلاب الذين درجاتهم أقل من 35 و أكثر من 25 طبعا ايه وجد يعني من الرسم يقول لك ايه أقل من 30 كلمة أقل من دي سمعناها فين قبل كده سمعناها هنا في الجدل التكراري الصاعد فاجأ على منحنة التكراري الصاعد واجي عند الدرجة 35 الدرجات اللي هي المجموعات 35 يعني في النص هنا أروح طالع كده بالشكل ده كده لحد ملمس المنحنة بقى كده أدخل على التكرار عشان خاطر أعرف عرض الطلاب كام يعني بيساوي تقريبا 18 طالب ده ايه دوت عرض الطلاب اللي درجتهم أقل من 35 بقى كده بقول لك أكثر من 25 كلمة أكثر دي أهي في التكراري النازل أجي عند المنحنة النازل عند 25 درجة اللي هي هنا أروح طالع بالشكل ده كده لحد ملمس لإيه المنحنة بقى كده أروح على التكرار يعني يساوي تقريبا 32 طالب أو 33 33 أقرب برضي يعني 33 مش يفرق أما حاجة إيه يكون قريب من السهم اللي انت عملت ويقول لك ونسبتهم المئوية بسيطة جدا إزاي بنحسب النسبة المئوية الجزء على كل اللي هو 40 طالب في 100 والكل أقسمه على 100 كلام ده هيساوي المية دي بتبقى 100 في المية واحسب بقى دول كده هيطلعوا معاك عمل حج 82 ونص عندنا بقى ملحوظة أخيرة في الدرس ده وتاباشا إن أنا ممكن أرسم المنحنيين الصاعي والنازل في رسمة واحدة يعني مثلا عندنا ده هو المنحنة الصاعي تعالي نسم النازل عليه 10 و 40 اهو بالشكل ده لو جاب لك توزيع تكراري زي ده كده يعني جدوى التكراري اللي هو فيه بجمعات اللي احنا عارفينه ده بيقول لك اوجد بقى الوسط الحسابي لهذا التوزيع التكراري نجيبه ازاي قال لك قانون الوسط الحسابي هنغير شكله شوية هجول إن هو بيساوي مج ميم في كاف على مج كاف هعمل جدوى زي ده كده هنا هكتب المجموعات زي ما هي عندي بالضبط كده 5 فاكسر 15 فاكسر 25 فاكسر 35 فاكسر 45 فاكسر هنا ميم وهنا كاف وهنا ميم في كاف كاف اللي هو التكرار العادي 7 10 12 13 8 تحت هنا المجموعة طبعا مجموعة التكرارات هنا 50 عاوزين بقى نجيب الميم قال لك يا باش عشان تجيب المركز بتاع المجموعة هتجمع المجموعة على اللي بعدها وتقسم على اللي اتنين يعني مركز المجموعة واحد اللي هي دي المجموعة بتساوي 5 زائد اللي بعدها 15 على اللي اتنين هتساوي 25 و 25 20 على اللي اتنين يبقى 10 حط هنا 10 تعال نجيب مركز المجموعة التانية هيساوي المجموعة التانية 15 زائد اللي بعدها 25 على اللي اتنين 15 و 25 40 على اللي اتنين هيساوي 20 حط هنا 20 تعال نجيب مركز المجموعة التالتة هيساوي فيها 30 حط هنا 30 انت مش محتاج تجيب مراكز كل المجموعة انت بس تجيب تلاتة بس وتشوف كل مرة بتزاوي قدقية وتكمل انت بقى يعني هنا 10 20 30 اكيد بعد كده 40 50 جبت الميم يا عم وجبت الكاف ادرب بقى ميم في كاف 10 7 ب 70 20 10 02 32 30 في 12 انزل 0 ادرب بقى 36 نزل 0 52 نزل 0 40 اجمع 1550 يبقى انا كده جبت مجموعة ميم كاف اللي هو مج ميم في كاف تعالى بقى نجيب الوسط الحساج الوسط هيساوي شرط الكاس مج ميم في كاف اهو مجموعة ميم في كاف 1550 على مج كاف بكم 50 لما تقسمهم هيطلع معاك 31 هو ده الوسط الحسابي بتاع الجدول ده عندنا مثلا في المساب بيقولك احسب الوسيط للتوزيع التكراري الاتي مديك جدول التكراري بسيط في مجموعات بيقولك اوجد الوسيط نوجد الوسيط ازاي بص في طريقتين الحل اول طريقة منهم الحل اول حاجة هنعملها نرسم المنحنة التكراري الصاعد او النازل ده اول حال معنى ان احنا هنرسم المنحنة فاحنا محتاجين نعمل الجدول التكراري يا اما الصاعد يا اما النازل تعالى نعمل الجدول الصعب اقل من عشرة اقل من وزود عليهم اقل من ستين اقل من عشرة مفيش يبقى صفر اقل من عشرين اربعة اقل من تلاتين اربعين رسمت الجدول تعالى نمثله على الرسم البياني هنعمل محور افقي ومحور رأسي هنا التكرار عند التكرار من الصفر لحد الاربعين بص دايما في التكرار خليها حاجة من اثنين اما عشرات اما خمسات فنخليها مثلا ايه عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ونرسم بقى عشرة وصفر يبقى هنا وارسم المنحنة التكراري بتاعي كده انا خلصت اول خطوة واطول خطوة فيهم كلهم تاني حاجة بقى هعملها هجيب ترتيب الوسيط ترتيب الوسيط بيساوي يا جماعة المجموع على الاتنين المجموع اربعين نصه عشرين اجي عند التكرار عند العشرين اهي اعمل اي بقى اروح ماشي كده بالشكل ده لحد ملمس المنحنة ومن عند النقطة دي كده اروح نازل تحت كده اهي القيمة اللي هتطلع لك تحت هنا دي هي الوسيط اللي هو بيساوي تقريبا ستة وتلاتين يبقى ثالت خطوة نوجد الوسيط بالشكل ده دي اول طريقة لاجياد الوسيط طيب ايه بقى هي الطريقة التانية الطريقة التانية ان انا هرسم المنحنيين الصاعد والنازل لكن في رسمة واحدة زي المثال اللي احنا حدنامع بعض للحصة اللي فاتت اللي هو اهو رسمنا المنحنيين مع بعض شايفيني النقطة دي اللي هي نقطة التقاء المنحنين الصاعد والنازل النقطة دي لو انا نزلتها لتحت جدا هتديني الوسيط ولو ودتها على المحوى الرأسي هتديني ترتيب الوسيط وزي ما انت واخد بالك هنا برضو المجموع عربعين نصه عشرين اهو النقطة جات عند العشرين هي تقريبا طب الوسيط بتاع الجدول التقرير دوت كام بيساوي تقريبا سبعة وتلاتين بس تخلي بالك لو كان الجدول بيعبر عن حاجات مثلا ايه درجات طلاب اي حاجة لازم تحدد الوسيط دوت بيساوي ايه تكتب الوحدة احنا على المجموعات المجموعات هنا بتعبر عن ايه يوضح درجات يبقى سبعة وعشرين درجة لازم تاخد بالك من حيثة الوحدات دي عشان خاطر بيكون عليها درجات في الامتحان لو قابلك بقى سؤال ودك جدول تكراري في مجموعات يعني رقم في اكثر في اكثر في اكثر ده جدول تكراري ذي مجموعات وقال لك اوجد المنوال نجيبه ازاي بقى دايما المنوال هو اسهل حاجة احنا ممكن نجيبها في المنوال بقى مش هنرسم بقى لجدول صاعد ولا جدول نازل احنا هنعمل حاجة كده تانية اسمها المدرج التكراري جد اعمل ازاي ده هنعمل منحنين واحد افقي وواحد تاني رأسي هنا برضو التكرار وهنا المجموعات وهنمثل الجدول التكراري نفسه ذاته مش صاعد ولا نازل لا الجدول الموجود عندك في السؤال هو اللي هيتمثل وتكتب المجموعات زي ما هي عندك هنا عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين كفاية قوي التكرار بقى بص دايما في التكرار تخلي الترتيب بتاعك يئمة عشرات يئمة خمسات انا عندي هنا اكبر رقم في التكرار تلاتين لو انا خليتها عشرات بقية عشر عشرين تلاتين تحدي هنا بس لا دياء قوي لا وسع خليها مثلا ايه خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاتين اربعين بص تلاتين فين اه تحس انها ايه واسعة اشوال اقدر ان انا ارسم براحتي والرسمة تبقى واضحة معايا واقدر ايحل بكل بساطة عشرة وستاشر ادي العشرة ستاشر يبقى عند الخمستاشر ازوج كمان شرطتين يبقى هنا عشرين واربعة وعشرين يبقى عشرين واطلع عند الى عشرين وعايز اجيب اربع ارقام يبقى هنا ايه بعد ثمن صورة يبقى هنا تلاتين وثلاتين تلاتين عند تلاتين هنا واضح اوالي اربعين وعشرين اربعين وعشرين هنا خمسين وعشرة هنا كده المدرج بتكراري بقى بنرسمه ازاي اول حاجة بتعملها بتيجي عند كل النقط دي وتروح بالمسطرة كده تروح منزل خط لتحت كده من عند النقط دي بالشكل ده دي اول خطوة خطر بعد كده تيجي بقى من عند النقط دي كده وتروح قفلها على الخنة اللي بعديها كده بالشكل ده وهنا برضو اعمل نفس الكلام هنا ده كده مفيش حاجة جنبه ابرد اروح مطوله وحدة واحدة بس كده واجه عندي هنا واروح نازل هنا كده بالشكل ده وهنا برضو نفس الكلام بالشكل ده واجه عند الاخير برضو اروح مطوله واحدة كمان وبس يا عبد كده انا عملت المدرج التكراري فيه ناس بقى تقول لك ايه فرق ببين كل درجة واللي جنبها بانك تظلل فانت ايه مثلا ايه سيب واحدة وظلل واحدة مثلا بشكل ده كده سيب واحدة وظلل دي كده مثلا طيب عايزين بقى نجيب المنوع كده انا عملنا المدرج التكراري نجيب المنوع ازاي شرح الكبير يخاف الصغير هاجي على الدرجة الكبيرة اطول واحدة واروح مشرحها اشرحها ازاي امسك المسطرة كده واروح اعمل عندها مقص ما بين دي ودي كده ما بين الدرجة دي كده وايهنا كده اجي بقى عند النقطة دي كده واروح منزل سهم بالشكل ده كده اهي القيمة اللي تيجي عندك تحت دي هي المنوال اللي هي بتساوي تقريبا اربعة وثلاثين وكده احنا بنجيب المنوع